اشتركوا في القناة ولا تبوسن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأذنف بين قلوبكم فأذلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاع حفرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهونا للمنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تريد وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترشع الأمور كنتم خير أمة أخرشت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولوامن آل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يدلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين سدق الله عظيم